تصريحات أطلقها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لاندر كينغ اتهم فيها الحوثيين بأنهم يعطون الأولوية للعنف والهجوم العسكري على حساب التفاوض والحلول السلمية ومحاولة استخدام القوة وانتزاع السيطرة على مدينة معرب وقال لاندر كينغ أن عدم إحراز تقدم في وقف إطلاق النار وعدم التجاوب من كل الأطراف سيدخل اليمن في صراع أكبر وسيؤدي إلى عدم الاستقرار بشكل أكبر وأكد أن خطة لوقف إطلاق النار معروضة الآن على الجميع بما فيهم الحوثيين وأن الوسطاء بما فيهم واشنطن بانتظار التجاوب مع هذه الخطة من قبل الحوثيين وفيما يخص الوضع الإنساني الكارثي في اليمن قال لاندر كينغ أن بلاده أعادت تمويل المساعدات الإنسانية التي تصل إلى شمال اليمن في محاولة لغاية الوضع الإنساني المتردي بسبب الصراع في اليمن وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد دعت الحوثيين إلى إنهاء الهجوم على مدينة مأرب ووقف الاعتداءات على الأراضي السعودية وقالت في بيان لها أنه تم إحراز بعض التقدم نحو وقف لإطلاق النار في اليمن غير أن هناك حاجة إلى المزيد من الالتزام من الأطراف المتحاربة وأصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه أن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تدين هجوم الحوثيين المستمرة على مدينة مأرب والتصعيد الكبير للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية